بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهداء يا سادة ما زلنا يوم الحد بنحاول نتفقد بيوتنا ونحاول بقدر الإمكان نحاول نصل إلى حلول هذه الحلول يكون من شأنها إن احنا نحاول بقدر الإمكان إن احنا نرسي قواعد للتوافق توصلنا إلى السعادة ودايماً بيبقى عندنا شوية مشكلات وتحديات بتقابلنا وعندنا تحدي كبير مش هنقدر نفوته فيه تحديات ما نقدرش نتجاوز عنها وخاصة في الأيام دي الأيام دي انتوا عارفين إن أنا بقول إن الناس زاد فيهم الحساسية جداً 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 فبقى عندنا تحدي كبير جداً بيحصل ما بين الزوجين عند وجود أي نوع من أنواع الخلاف في وجهات النظر أو خلاف بينهم وبيكونوا مش عارفين نتوصلوا لحل مع بعض وبيكون عندهم تساؤل التساؤل ده بيعبر عن التحدي بتاع النهاردة تعالوا نشوف التحدي كده لإنه التحدي ده في الشكل السنائي كده التحدي بيقول أتكلم وأكسر خطرها أو أسكت وأكسر خطري يبقى هو السؤال السؤال اللي عندنا أتكلم وأكسر خطرها أكسر خطر زوجتي ولا أهوية أهوية تقول أتكلم وأكسر خطره ولا أسكت وأكسر خطري أنا المشكلة هنا بقى في المتلازمة دي إن احنا عملنا تلازم ما بين الكلام وكسر الخطر إذا كنت بيشوفوا إن كلامهم عن الخلافات أو الأشياء اللي بتضايقهم مع بعض لازم يوصلهم بشكل أو بآخر إلى خناء ولازم هيسبب كسر الخطر في النهاية ومعنى كسر الخطر إن المشاكل عتتضاعف وهتزيد ومش هيقدروا يحلوها وبالتالي بيعتبروا إنهم أمام طريقين طريقين ما لهمش تارت إما السكوت اللي هيكسر خطر الساكت أو الكلام اللي هيكسر خطر المستمع سواء كانت زوج أو زوجة وفي الحالتين النتائج بتكون سلبية للغاية لإن السكوت ما له السكوت بقى لإن السكوت بيوصل الإنسان لإيه السكوت بيوصل الإنسان اللي إنه يكبت نفسه يبقى النتائج بتكون سلبية ليه لإن السكوت مش بيكون عن طيب خاطر ولا تغاضي أرياحي يعني تغاضي الإنسان ما يحسش بوجعه ولا بديء لما يعمله ولا الكلام بيكون بشكل رشيد على فكرة فبتحصل بعض الأسهار السلبية في الاختيارين في السكوت أو الكلام مع إن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا وقال وقال لنا وهو بينبهنا كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول وقال لنا إن الكلام يكون بخير والسكوت بيكون بخير فليكل خيرا أو ليصمت يبقى إمتى يصمت لما يكون الصمت خير وإمتى يتكلم لما يكون الكلام خير طب يا سادة إحنا أمام تحدي حقيقي وأنا مبتكلمش هنا في تحدي غير لما التحدي ده يكون مسمع في البيوت قوي وهو تحدي كبير من بين الزجين وأساسه إن هم مش قادرين يتواصلوا بشكل آمن مع بعض ولا بشكل يخليهم يحسوا إن هم بيحصل بينهم غزل وبيحصل بينهم تشابك وبيحصل إن كل واحد فيهم كلامه يدخل فيه داخل التاني فيحس إن هو جزء منه فتلاقيهم لما بيكلموا بعض بيكون كلامهم مليء باللوم والانتقاد والشكوى فأي حد فالواحد اللي بيسمع يحس إن فيه سياط نزل عليه أنت عملت كذا وكذا أنت على طول كده ما بتعرفش تتصرف هو أنت إمتى هتفوق البيتك والأولاد هو أنت ما بتعرفيش تعملي حاجة لوحدك أبدا هو أنت أبدا ما بتتغيرش عن طبعك الوحش ده كلام كله سيء فتتحول مشاكل التواصل اللي بينهم لمشاعر سلبية مش بس لمشاعر الاعتقادات عند كل واحد فيهم في التاني والمشاكل السلبية دي يعبر عنها والمشاعر السلبية دي والمشاكل النفسانية دي يعبر عنها بعبارات زي مثلاً الزوجة تقول لزوجة هو أنا ما فيش حاجة أبداً عجبك فيها أنت مش بيهون عليكي تراعي مشاعري شوية ويقول الزوج لزوجته هو أنت ليه بتتعملي بتعملي معي على أن أنا غبي ويقول لها كده هو أنت فاكرة أني ما بحسش هو أنت فاكرة أن كلامك ما بيوجعش وهي تقول له هو أنت فاكر أن أنا سازجة يعني عشان تضحك عليها بالكلمتين دول وكل واحد فيهم يتهم التاني بس أهم حاجة عنده أنه ويطلع هو صح والطرف التاني غلط لازم كده المعادلة السمجة دي هو صح والطرف التاني غلط وما أدراك بقى بالشعور اللي بيحصل عند الطرف التاني لما يحس أن الثاني أن زوجه الأقرب الناس إليه عايزه يطلع غلطان عايزه يطلع غلطان بقى ليه عشان هو شايف له شوفة تانية هو عايز نطلع غلطانة لأنه هو بيكسرني هو عايز نطلع غلطانة لأنه هو مش شايفني وبيعتبرني بنا آدم مالوش لازمة هي عايزة نطلع غلطان عشان هي تقدر تبتزيني وتاخد فلوسي هي عايزة نطلع غلطان عشان تحسسني بإن هي أفضل مني وتحسسني بإن أنا مش مال يعنيها وساعتها بيبقى مش مهم الطرف اللي عايز يطلع صح والتاني يطلع غلطان بيدوس على ايه حتى لو كان بيدوس على قلب شرك حياته وعشان كده الأسال السلبية اللي ممكن تحصل في حالة تفضيل السكوت لعدم كسر خاطر شريك الحياة خمس حيات تعالوا نشوفه اول حاجة الخرص الزواجي ان الزجون هيقولوا طرم الكلام بيسبب مشاكل يبقى السكوت احسن ما همش بيفهمني ولا بيحترم كلامي ولا هي بتفهمني ولا بتبص الكلام بعين الاعتبار فيقرر الزجون ان هم يسكتوا لحد ما يصابوا بما نسميه احنا في الدراسات الرشاد الزواجي بالخرص الزواجي وكأن الكلام بينهم بيختفي ويتبخر فنفاجأ اني ما بقاش في كلام الحاجة التانية حاجة بنسميها لانعزال الزواجي مع قلة الكلام شيئا فشيئا بنوصل بعض الخرص الزواجي هيقول كل طرف فيهم اذا كنا منتكلمش مع بعض ويبقى نوع من انواع التبرير الحالة دي ان الافضل ان كل واحد يروح ينام في جنب وكل واحد ينام على الجنب اللي رياحه ونلاقي كل واحد فيهم دخل في حالة من حالات الانعزال والغربة عن شريك حياته ودي احنا بنسميها في الشرع الشقاق كل واحد قاعد في شق كل واحد قاعد في الطرف التاني من النهر بينهم نهر بحر كبير ما حدش بيعديه وكل واحد قاعد على الشط التاني تالت مشكلة بقى بتحصل وده بتأثر سلبي بيحصل ما بين الزوجين ان العلاقة بينهم بتتحجر حاجة اسمها العلاقة الحجرية وكأن احنا بنشوف كده وكأننا بنتدرج خرس الزواجي الا انعزال الزواجي او الشقاق الزواجي بعد كده العلاقة الحجرية فيوصل ان كل واحد فيهم بعد ما حصل خرس الزواجي وبعد ما حصل انعزال فتكون تتحول بقى قلوبهم الى الجمود وتبقى قلوبهم اسية وما فيش رابط بينهم وما فيش طريقة ممكن يتفاهموا بيها وتتكلس العلاقة ويقل بينهم الود والتفاهم والتعاطف ويبقى قلوبهم على بعض اسية رابع حاجة تزيد بقى التراكمات مش بس كده عندهم لا تزيد التراكمات التراكمات اللي عتبتدي تفسر بتفسيرات في غاية السوق ومما ان السكوت ده ما كانش عن تغاضي زي ما قلنا ولا عن طيب خاطر فيحصل تراكم تراكم بقى لإيه للسواد للنار تراكم للمشاعر السلبية تراكم للجراح وتكون النتيجة عن الخلافات دي ان الخلافات تجيب خلافات وتبتدي لهو تتوسع ويبتدي كل واحد فيهم يشوف التاني على انه عدو لانه بيبتدي يخزن ويراكم فيوصل لنتيجة في النهاية ان اكيد اللي انا شايفه ده مش حبيبي ولا زوجي ولكن عدوي وفي لحظة من اللحظات ممكن ده كله يؤدي الى انفجار في لحظة معينة هنا بقى يحصل بقى الامر الخامس السيء جدا جدا من الاثر السلبية اللي هو ايه الاحتياج للتعويض نتيجة باقي كل السلبيات اللي احنا قلناها اللي شعر بها الزوجين دولة كل واحد من الزوجين ممكن تحت هذا الضغط يشعر ان هو محتاج للتعويض ويبقوا هم عايشين مع بعض بدون قلب قلوبه مؤسي على بعض وهو حاسس ان كمان الطرف الاخر قلبه قاسي عليه وبيتئذي منه فيفكر ان هو يلجأ الى احتواء بديل الاحتواء خارج الاسرة عشان يحس ان هو عشان يحس ان هو في حد بيتقبله وحد بيفامه حد يقدر يفطفض معاه حد يقدر يجبر خطره اه يبقى هو محتاج لحاجة اسمها الاحتواء البديل وساعتها بيبقى عندنا الاسرة خلاص ما بقتش بتقوم بأدوارها وبقى والزوجين ما بيقوش يقوموا بأدوارهم وبقى فيه طرف تالت هو اللي بيقوم بالأدوار دي طب وإيه الاثر السلبية اللي ممكن بقى تحصل في حالة تفضيل الكلام لعدم كسر الخطر أنا هتكلم عشان ما يكسرش خطري أول حاجة أيوة صاح أنا عليت سوتي صاح لأن احنا هنا بقى في الوهج بقى في النار أول حاجة العلاقة النارية إيه اللي حاصل هتكلم بقى وإلي يحصل يحصل في إلي يحصل فيستمر الزوجين في الكلام بدون ضوابط ولا يراعه ضوابط التواصل ولا يراعه المشاعر ولا يراعه أي حاجة فإيه اللي يحصل فيحصل كلام كل الكلام يبقى جارح ويتحول الكلام لشكل من أشكال العدوان اللي بيكسر الخاطر ومش بس بيكسر الخاطر بيكسر العلاقة وتتحول إلى حالة من حالات الفوران وهم نفسهم بيقولوا على حد تعبيرهم بيقولوا إيه الكل من التكلم مع بعض بتقوم حريقة في البيت المؤثر التاني بقى أتكلمه ما يهمنيش بقى يكسر خطر ويكسر خطر الحال التاني إيه شيطانة الطرف الآخر لما الخناءات تزيد كده وتبقى الدنيا بتولع كده هو يقول لا ده ما بيرعينيش ده ما بيشوفنيش ده كل اللي عايزه ده هوت أنه يزيني وبس فعدم التواصل غير التواصل غير الرشيد ده وعدم اعتبار ده يتحول الطرف الآخر إلى شيطان فأصوره أنه هو في شكل شيطان ويبقى هو وحش كاسر وإيه اللي بيحصل لأنه بيكسر خطري ومحدش يكسر خطر بن آدم إلا إذا كان شيطان فتتدمر العلاقة ويحس للحظة أنه هو مستعبان على شرك حياته وهو إنسان في غاية السوق تبقى النتيجة إيه؟ بعد العلاقة النارية وبعد ما بتتكسر الخواطر بهذه الطريقة يوصل الحال إلى إيه؟ إلى هشاشة العلاقة دي نتيجة منطقية إن العلاقة النارية وشيطانة الطرف الآخر لازم نوصل لإن العلاقة تبقى هشة أي حاجة تكسرها وأي حاجة تئسية وأي حاجة تفسدها أي كلمة من أي حد أي كلمة من العيال أي كلمة من أي حد تفسد العلاقة فيشعروا بتراجعوا الشعور بالأمان ويحسوا إن العلاقة مش بس ما بقتش تحسسهم بالأمان دي بقت كمان ممكن تحسسهم بالتهديد وممكن تئزيهم إزية شديدة جدا 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 فإن اللي بيحصل وممكن تتأثر بأي مشكلة ممكن تحصل ويبتد في ذلك الخناءات تزيد وتدخل في أشياء ويستخدم فيها عبارات ويستخدم فيها طريقة كل الطريق كل الطرق المؤذية تستخدم فيه الخناءات في الوقت ده فيشعر الزوجين إن علاقته مع المحك ومهددة طول الوقت وما فيش احتمال الاستمرار للعلاقة اللي يحصل بعد كده يحصل فطور في العلاقة وينزاو الحب ما بقاش في حب ومع درجة الشعور بالأمان ومع تكرار كسر الخاطر يترجع كمان الشعور بالحب ويحس الزوجين إن هم كان فيه حب وانته وأصبحت علاقتهم مليانة فطور وأصبحت العلاقة مش بس زي الطبيخ البايد أصبحت العلاقة حملة قيل عليهم للأسف آخر أثر بقى بيحصل بقى لما يحصل ده عدم استقرار العلاقة بقى ونبتدي نحس إن العلاقة أصبحت علاقة كل يوم مش بكل يوم بحال أصبحت العلاقة كل يوم بيحصل فيها مشكلات صعبة جدا جدا والعلاقة ما بقتش سابتة وهنا بيوصل لزي كل الشعور بعدم الاستقرار وبيوصل عدم شعورهم بعدم استقرار العلاقة ده إنهما يبقوا رايبين جدا 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 من من الطلاق وتبقى العلاقة تكسك سم وتفضل تحصل ده لغاية ما يوصله في أوقات كثيرة للانفصال كل اللي قلنا ده ممكن نتحل بإننا نراعي بعض ونتفهم مشاعر بعض حضرت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أول يصمت وحضرت النبي يقول وكأننا نكمل هذا الكلام في هذا الإطار لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحبه لنفسي فلو مش هتقدر تعبر عن نفسك وعن احتياجك بشكل مناسب لشرك حياتك زي ما انت تطلبه إن هو يعبر بشكل مناسب ليك فعليك إن انت تسكن لحد ما تقدر تتمالك نفسك وتصيغ أفكارك بشكل إيجابي تقدر توصله بيلي الحل إحنا علاقاتنا زوجية يا جماعة علاقة فضل علاقة رحمة علاقة خير علاقة جمال مش ممكن أبدا إن علاقتنا الزوجية تكون مشوحونة من البيئة اللي حوالينا ومن الحياة ومن أفكار الناس ومن ما فيهم السوداء ومن أشكال التعامل مع الزواج بطريقة كلها والعاذ بالله لا تنشئ إلا الصراع فالعلاقتنا مش علاقة صراعية ده لازم يبقى فيها غالب ممغلوب لا العلاقة دي علاقة رحمية مش بس عنمش فيها بالمثل اللي بيقول يا بات يا بخت من بات مظلوم ولا بات ظالم لا عنمش عنمش بالقاعدة اللي بتقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحب لنفسه هذا كلام من جوامع كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم زي من بنص على ذلك القضعيات يبقى إذن احنا محتاجين نفكر شوية وهو فهم الناس لكلام حضرة النبي ده هو اللي فيه من أجل سفيان الثوري قال ما رأيت عبادة يتقرب العبد بها إلى ربه مثل جبر خاطر يخيه المسلم ورسول الله يقول خير دينار دينار تنفقه على أهلك ويقول حضرة النبي صلى الله عليه وسلم واللقمة ترفع لا فيه زوجاتك صدقة والكلمة الطيبة صدقة فخلي دايما نيتك في أي نقاش تدخله مع شريك حياتك إنك تجبر خطره وتعمله على إنه باب من أبواب الجنة وإن جبرك لخطره ده هيجبر خطرك زي ما هيجبر خطره وهو لما يلاقيك حريص على ده هو كمان هيكون حريص على قلبك ومشاعرك وده اللي هيوصلنا إن احنا نتراح الموضوع صعب عارف صعب ليه لإن إحنا خلاص ثلاثة اربع البيوت واخد قرار فيه بس إحنا ما بنقاس بنقاس ليه لإن ربنا كريم هو البيت دوت مين اللي رعيه مين اللي بينوره مين اللي بيمده مولانا سبحانه وتعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجة لتسكنوا إليها أيها وبعدين إيه وجعل بينكم موادة ورحمة وعشان كده إحنا عنا تمسك بمدد الله سبحانه وتعالى ونعمل شوية إجراءات كده تخلينا نخرج من كل هذه المتلزمة النارية السوداء نعمل إيه بقى بدل ما الواحد يقول أسكت وكسر خطري ولا تكلم وكسر خطره لا 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 أنا أعمل حيات تانية لا تسكت وتكسر خطرك ولا تتكلم وتكسر خطره أول حاجة عند لما تختلف مع شريك حياتك تجنب أن أنت تتكلم أثناء ننفعال وغير مكانك لحد ما تهدى وتقدر تعبر عن نفسك بهدوء أقول لك مثلا افتكر لما يحصل أن أنت تختلف مع شريك حياتك وتحس أن أنت هتأذي وتتأذي افتكر كويس جدا جدا أن أزيتك وأزيته دي ممكن تروح لو أنك سبرت ثانية واحدة لو أنك أنت غيرت مكانك وطلبت أن أنت تتكلم في وقت تاني يبقى إيه اللي حاصل يبقى لما يكون فين فعال وقت الاختلافات لا تتكلم وغير مكانك طب غير مكانك ليه لأن فيها بحاس كتيرة جدا جدا بتقول أن الإنسان في بعض الأحيين لما بيكون قاعد في مكانه وما بيكونش واخد باله ممكن يكون المؤثرات اللي في المكان ده هي اللي مسبب باله الضغط ده زي ما كنا أنا بتكلم والنور ضرب في عيني فأنا زهقان فأي حد بيكلمني بطلع زهق أو فيه زهقي فيه حاجة تانية حدد بالضبط اللي أنت محتاجه من شريك حياتك ما تقولوش كلام عام حدد بالضبط اللي أنت عايز تتكلمه فيه وتكلم في الموضوع ده وخلصه وبعدين نفتح موضوع تاني يبقى تاني حاجة لما نختلف ما تتكلمش وأنت منفعل وغير مكانك تاني حاجة ببساطة خالص حدد أنت عايز تتكلم مع شريك حياتك فيه إيه لأن الكلام العام سعاد والفتحة وموضوعات كتيرة بيخلي النفس تتشتت والعقل يتشتت وإن اللي حصل وحس إن واحد واحد بيلمله كل حاجة عشان يغلطه لا هنتكلم في حاجة محددة الحياة الثالثة اسمع شريك حياتك بصبر إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب أول حد يجب عليك الصبر معه شريك حياتك زوجتك شوف سيدنا عمر أما جي الراجل فلأ مراد سيدنا عمر بتعلي صوتها عليه فمشي قال له أنا جيت لك أشتكي لك من إن زوجت بتعلي صوتها فلأ يوجد زوجتك فشوف سيدنا عمر قال له إيه أنها تربي لي ولدي وتطهي لي طعامي وتغسي لي ثوبي إيه اللي حصل يبقى إحساسه بالفضل خلها إيه صبور ما ينفعلش بسرعة يبقى إيه اللي حصل ببساطة خالص استمع بصبر وطعاطف إنته بتسمع اهتم شوية خلي الكلام كأنه كلام مهم بالنسبة لك لما يحصل ده وإنت كمان بتتجنب السخرية والتسفيه واللوم والشكوى والانتقاد يحس اللي قدامك إنه إيه ده أنا عايز أتكلم معاه لا ده حبيبي وكتير من الناس اللي احنا بنحب نتكلم معهم ممكن الكلام ده لو تألفه مع حد تاني ما نقدرش نسمعه طب ده إيه سببه زي ما قلنا ما فيش لا انتقاد ولا شكو ولا لوم الكلام معاه ما بيئزيش يبا تالت حاجة استمع بصب وتعاطف وخلي الكلام كلام كده فيه ودودية لا فيه سخرية ولا في لوم ولا فيه انتقاد ولا فيه شكو رابع حاجة اختار الوقت المناسب للكلام وخلي كلامك واضح ما تخلوش فيه كلامك إيه كتير خالص كلام فيه غموط أو كلام بتحيل بيه على شيء هو مفروض يفهمه من نفسه لا خلي الكلام واضح خمس حاجة ودي مهمة جدا خلي شيرك حياتك يسمعك وانت بتدعيله 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 ان ربنا يعينه بتدعيله ان ربنا سبحانه تعالى يحب فيه خلق بتدعيله ان ربنا يخفف عنه الهم بتدعيله دعاءه هو بيحب ان هو يسمعه لما شيرك حياتك يشوفك ويشوفك وانت بتدعيله وانت بتدعيلها يا سلام على البرد اللي بينزل على القلوب ويخلي الانسان يوصل للمرغوب خلينا نعمل حاجات دي ومتمسكين بمدد ربنا وما نخافش وان شاء الله ربنا سبحانه تعالى هيكرمنا ويوسع علينا ويتفضل علينا سبحانه تعالى بالمدد وبالنعمة يا رب اجعل بيوتنا بيوت فيها تطيب لخاطر وكمان راحت بال وكمان كل واحد فينا يحس ان حياته الزوجية باب من ابواب السند والدعم ونحس بان مددنا كله من عندك يا مولانا اللي خليت بيوتنا وعاء للمودة والرحمة والسكينة يا رب العالمين يا اكرم الاكرمين بعد الفاصل نتلقى سئلة حضرتكم المباركة ونجيب عليها ولكن بعد الفاصل رجعنا حضرتكم ومعانا صفحتنا على الفيسبوك وصفحة بينامج ولا تعسروا اللي بنتلقى عليها أسئلتكم المباركة والتي تفتح لنا باب من ابواب الرحمة والبركة والله أسئلتكم وتواصلكم معانا بيحسسنا ان احنا مازلنا في مجالس العلم ومازلنا في حضرة مولانا سبحانه وتعالى ومنخصص لها وقت عشان نجيب عليها ولكن خلونا نستقبل أول اتصال من أستاذ ابتسام أستاذ ابتسام تفضلي ألو ألو أستاذ ابتسام تفضلي السلام عليكم يا شيخ عمر وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضلي بيحسسنا حضرتك فضل ونعمل الحمد لله كل سنة وانت طيبة بدخول ربيع وحضرتك طيب الله يرضى عنك تفضلي يا حاجة ابتسام يا شيخ عمر عحنا كده جواني بيبقى في حاجات كتيرة ما عرفش ما عبر عنا صح غير بالعيات والسقود صح ده في الجواز ولا برا الجواز كل حياة يا شيخ عمر طيب ده طول عمرنا ولا بعد الجواز طول عمرنا طول عمرنا يعني أوقات كتير والله يا شيخ ما فيه يوم بيعدغ لما بعيات قبل ما أوقات كتير كده سأقول هو ليه يعني الأصول عليه الصلاة والسلام ما كانش موجود في زماننا ده ما كانش حصل اللي بيحصل لا ما كانش الواحد ينام كل يوم ده مات على غزه لا وبس أنا عايزة أقولك حاجة حاجة ابتسام حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه مشركين بيعذبوا مؤمنين وكان فيه منافقين وكان فيه كمان ناس بيتربصوا وناس عايزين يا لاتخاء لا المؤمنين عانوا أنا عايزة أقولك حاجة بس رسول الله بشرنا بشرة حلوة قال عمل عمل الواحد منهم من الذين أمنوا برسول الله ولم يروه عمل الواحد منهم بخمسين منكم يعني أنت لو أنك أنت غيرت فكرة المظلومية وفكرة أن محدش فاهمك دي الاتنين دولة مش أنت برضو حاسة أن أنت دايما مظلومة ومحدش فاهمك طيب أستاذ ابتسام أنا أقولك حاجة أنت وبتقول دلوقتي أنت لازم ببساطة خالص تحسي بنعمة ربنا عليك بفضل ربنا بوسع الحياة لازم تغيري الحياة ومش لازم أبدا لو أنك أنت حاسة أن والدك ووالدتك ما أموش بواجبه ومنحه وكيبقى هي الحياة والدك ووالدتك بس مش حقيقي ولأن جوزك حسسك بأنك أنت مش المرأة المثالية بالنسبة له جوزك مش هو كل حياتك يا سادة قوة وتخلوا أحبابكم كل حياتكم يعني إيه ما نهتمش بيهم لا 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 خالص فيه فرقة ما بأنك أنت تهتم بحد وأن أنت تخلي الحد ده كل حياتك ما تخلوش أحبابكم كل حياتكم خلوا حياتكم فيها حاجات كتيرة تضاف ولازم تبقى حياتكم فيها أجزاء فضية عشان تضيفوا حاجات جديدة ليها وتضيفوا أحباب جدد وتضيفوا حاجات بتحبوها لو عملت كده أستاذ ابتسام حاجات كتيرة في حياتك هتتغير حاول بس تجربي اللي أنا بقولولك ده وإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يكريمك ويفتح عليك يا أستاذ ابتسام أستاذ أسماء السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله بركاته بس أطمع يعني أتمنى على حضرتك أنه حضرتك توطي التلفزيون وتسمعيني من التلفون يا أستاذ أسماء دلوقتي حضرتك في واحدة ست عندها ستين سنة زمان كتبوا كتابها وهي عندها تسعتاشر سنة وجوزها سافر اه اتناشر سنة بيعادت جوازها على طول يعني اتجوازها وهم بسافر يعني؟ لا كتب الكتاب بس وصفر طيب وبعدين؟ وبعد كده هي خلطت مع واحد تاني وهي لسه بنت بنوت يعني خلطت مع واحد تاني يعني غلطت غلطت وهي مكتوب كتابها؟ وهي مكتوب كتابها فإيه؟ حصل حمل وكتبت اسم التفل باسم جوزها ده جوزها ده ما دخلش بيها خالص ولا اختلا بيها خالص؟ خالص طيب فين السؤال؟ السؤال دلوقتي هو بقى كبر الطفل ده كبر هي راح ادته لأبوه زمان وهو في الجيش فكبر وبقى عنده أربعين سنة يعني ادته لأبوه اللي هي غلطت معاه؟ اه وهو في الجيش قالت له خده تصرف فيه طيب هو دلوقتي كبر وبقى عنده أربعين سنة وكده وأولادها عرفوا وابنتها وابنها لما عرفوا تصدموا فابنها جالوا حالة نفسية وبقى عنده الفصام وبقى دايما حابس نفسه أكتر من عشر سنين في البيت ما بينزلش وبتكلم ناس هو فين السؤال بقى؟ سؤال دلوقتي هي تعمل أعشر ربنا يخفر الله غلطتها دي أولادها يعملوا ايه؟ وولادها موقفهم منها ايه؟ يعملوها ازاي؟ طيب أنا جاوب على حضرتك أستاذ أسماء أول حاجة ولادها مش هم ربنا الغلط اللي غلطته ده اسمه كبيرة والكبيرة دي وحاسبها الله عليها وهي تابت وهي لا جز لها ان هي تظل تجريد نفسها ولا تعقب نفسها لكن الواجب عليها ان هي تعمل من الصالحات تعمل العمل الصالح وتكسب من الصدقات وتقبل على الله سبحانه وتعالى ده اللي واجب عليها لكن هي مش مسؤولة ان هي تعذب نفسها هي لو عذبت نفسها ده مش من حقها هي تتقل الله سبحانه وتعالى مسألة بقى ان الولد ده مش ابن الراجل ده احنا فيه شوية التفاصيل المفروض نسألها هو تولد امتى؟ وعلى عملنا تحليل ولا لا؟ وهل ده احنا تأكدنا ازاي ان ده مش ابن ده؟ هل انه هو تولد في فترة ما كانش فيه اي علاقة غير بهذا الراجل؟ مسألة كلها مسألة محتاجة شوية تفاصيل ولذلك مسألة ده ابن مين ده مش هتكلم فيها لان انا لازم اشوف التفاصيل كلها واسمع التفاصيل كلها وانا بحذر الناس ان هي تتكلم في مثل هذه الموضوعات بغير ان تجمع التفاصيل هذه الاشياء تحتاج الى جلسة مباشرة عشان نتكلم في الانساب انا من الاشياء التي لا احب الكلام عنها ولا ولا ابيح الكلام عنها فيما يتعلق بهذه الاشياء في الانساب الا في مسألة الفتاوة الا ده اللي عايز التكلم يتكلم بشكل عام ان الولد للفراش وللعاهرة الحجر يعني الولد للفراش يعني الولد ينسب للراجل مدام في فراشي هو عايز يلاعن وعايز ينفي نسبه ده مسألة تانية خالص فالمسألة محتاجة شوية التفاصيل احنا قلنا قواعد عامة ولكن عشان نفصل في المسألة دي نفسها لازم ناخد المعلومات اولادها يعملوا ايه يساعدوها ان هي تخرج من جلدها لذاتها ده جزء من بر الولدين انك تساعد والديك ان هم يتوبوا الى الله توبة النصوحة لكن فكرة بقى ان احنا رفضنا ومش قادرين نبص في وشها هي عملت كده ازاي كل ده مش من حقك هذه امك وتابت الى الله فمدام تابت الى الله سبحانه وتعالى ليس عندك الا ان تحسن اليها وانت برها حتى وهي عملت كل ده وعملت كده فخونة ولا هي تابت الى الله وتتقل الله سبحانه وتعالى يبقى عندنا مسألتين مسألة الناس بدي محتاجة تحييات مسألة بقى انتو علاقتكم وامكم تأمكم لابد ان انتو تبروها وهي عملت الكبيرة دي وهي عملت كده فخونة وهي عملت كده فخونة لازم تبروها هو ده قولاً واحداً نعم مين معاناً السيدة الملالي فضل ونعم الحمد لله اتفضلي طب هل ممكن توقف في مكان الشبكة فيه أحسن يا ملال ممكن توقف في مكان الشبكة فيه أحسن لو سمحتي مين اللي بيقولك كده طيب عايزة تسألي ده صحة الكلام ده سؤال التالي إزاي يعني ما إزاي يعني ما إزاي يعني ما إزاي يعني ما إنت جابرة بخاطر وتسألينا هو بتسمعه لما أجاوب عليكي هتجبره بخاطر وتسمعي كلامي أنت بتجبره خاطر أو ما بتجبرهش خاطر أنت ده أخبر بخاطرة طب يبقى لسه فيه جبران خاطر أقول لك تعمليه على رأسي أهلا وسهلا أول حاجة أبو نال بتقول أن ما فيش جابرة خاطر لا فيه جابرة خاطر بس على فكرة إحنا مشكلتنا أن إحنا بنعمل بنعقل الدنيا نقولي أنا لن أجبر خاطر اللي بيكسر خاطري غير لما هو يجبر خاطري تم ادفع باللتي إيه أحسن فإذا الذي بينك وبينه عدوة كأنه ولي ونحمي يبقى أنا رأي إيه يا أبو نال أن أنت تبتدي بالمعروف تبتدي بالإحسان تبتدي بالفضل والنعمة من الله سبحانه وتعالى فأنا أشايف أن أنت تبتدي بدا ودوة أفضل لك ودوة عيخلي الأمور حسنة لك إيه مسألة بقى مسألة مهمة أنا أجلت السؤال دات عشان مسألة بقى إن الله ينزل في السرس الأخير من الليل الله سبحانه وتعالى خارج المكان والزمان الله خالق المكان والزمان يعني إيه خارج المكان والزمان المكان والزمان ده مخلوق لله ربنا لو في المكان أو في الزمان يبقى ربنا مخلوق أمال إيه ينزل؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى يفتح الباب لعباده ليتقربوا له فتحا لا يفتحه في سائر اليوم لماذا؟ ليقبل عباده يبقى إذن ينزل يعني إيه؟ يعني يتجلى على عباده ويفتح لهم أبواب القرد مش ينزل إن ربنا بيتحرك لو ربنا بيتحرك يبقى زينا حشاء تعالى عن ذلك علوا كبيرة والسموات والأرض دول مخلوقات لله وهي مخلوقات لا تسوي شيء في ملك الله ففكرة إن ربنا ما بين السماء والأرض ما فيش حاس معها ربنا بين حاجة ما فيش حاس معها ربنا بين شيء ربنا لا في شيء ولا قبل شيء ولا بعد شيء ولا في شيء يبقى كان الله ولا شيء معه وهو الآن على ما عليه كان يبقى كل الأشياء دي تجلي من تجليات إرادة الله سبحانه وتعالى وقدرتي يبقى الشاهد إيه بقى إن ده المعنى إن ربنا بيفتح الباب عشان الناس تتقرب إليه وإن لي حصل والناس لما تتقرب ده يحس بقرب الله كإن الله سبحانه وتعالى نزل إليهم وهو سبحانه وتعالى تعالى عن الحركة علوا كبيرة وحاشاه فهو سبحانه وتعالى لا يتحرك لأنه ليست هناك حركة لله سبحانه وتعالى لأنه هو الذي يخلق الحركة إذن واضح لعل الله سبحانه وتعالى يشرح الصدور ويخلي الناس اللي بتقول المعاني بغير ما تفهم معناها وتشرح للناس الكلام ده إن هي تبتعد عن ده لأن ده له أثر في غاية السلبية في نفوس الناس وإذا كانت بغير عايزة تدعي ها وقت من الأدعية الدعاء المستجاب لأن ربنا هو اللي بيسأل هل من داع فاستجيب له هل من سائل فأعطيه هل من مستغفر فأغفر له ربنا هو اللي بيطلب وإذا ربنا سبحانه وتعالى طلب من العبد إيه اللي حاصل فقد ضمن له الإجابة سبحانه وتعالى فدواءت من أوقات المستجابة للدعاء في هذا الوقت اللي هو في السلس الأخير من الليل نعم أستاذ عربي من الدقاهلية يتفضل وعليكم السلام ورحمة الله كاته أستاذ عربي ذكري يا شاهد بخير الحمد لله في سؤال عن أبويا اتفضل هو توسأ بالقرونة الله يرحمه يا رب واجعل دفع حسناته اللهم يعني كان عندي 77 سنة أرحمه رحمة واسعة لا كانش بيصلي الله يرحمه وما كانش بيصوم الله يرحمه ولا بيزكي ولا أي حاجة الله يرحمه طب المطلوب إيه عشان أعمله من ناحية الصداقة تكثر من الصداقات وإن كنت تستطيع أن أنت ولو عندك الزكوات اللي عليه قد إيه هتخرجها فإذا كان هو لا تستطيع أن تفعلها أكثر من الصداقات عنه وإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يكتب له ولعل الله سبحانه وتعالى جعله يتوفى بهذه الكورونا لكي يختم له بخاتمة السعادة ويتوب عليه إن شاء الله فعسى الله سبحانه وتعالى إنه يكتبه في المرحمين ويكتبه إن شاء الله مع المؤمنين الراشدين المقبلين على الله سبحانه وتعالى ويفتح له من أبواب رحمته ما يليقه بفضله وكرمه سبحانه وتعالى يا سادة إحنا النعرض تتكلمنا عن تكلم من غير ما نكسر الخاطر وإذا سكتنا عنسكت عشان ما تتكسرش خاطرنا ولا نكسر خاطر حد إزاي ده يحصل لما نختار الوقت المناسب للكلام إزاي ده يحصل لما كل واحد فينا ما يسبش الأشياء تتراكم لما كل واحد فينا ببساطة يحاول بقدر الإمكان أن يختار ألفاظه ويختار التوقيت المناسب أن كل واحد فينا يكون قريب مش يجي وقت بس من المشاكل عايز يقرب وهايز يتكلم لا خلينا دايما قريبين من بعض خلينا دايما بنتكلم خلينا بننقي أفضل ألفاظ وأفضل الأوقات ونتكلم وسمعوا بعض دعاكم لبعض لأن لما تسمعوا بعض دعاكم لبعض كتير من المشكلات وكتير من الخواطر بتجبر بعد كسرها يا رب اجعلنا يا رب العالمين من الراشدين ولا تكتب على واحد مننا يا رب أن يكون سببا في كسر خاطر إنسان اللهم اجعلنا دائما من أهل جبر الخواطر وتطيبها واجعلنا يا ربنا طيبين مطيبين مطيبين برحمتك وفضلك وكرمك ومددك يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة